السلام عليكم وأهلا وسلام فيكم في قناة ناسر جيمارزون مايكروسوفت شاركتنا في الدفع الثاني من الألعاب اللي راح تنزل على الجيمباز خلال النص الثاني من شهر 11 بالإضافة أنهم شاركونا بالألعاب اللي راح تغادر الجيمباز في نهاية الشهر أنا في هذا الفيديو إن شاء الله راح أشارككم فيه تفاصيل خفيفة لطيفة عن كل الألعاب الجديدة والألعاب المغادرة اللي على أمل أحمسكم اتجاه الألعاب الجديدة اللي راح تنزل او انه انصحكم تكون تلعبوا الالعاب المغادرة قبل ما تغادر الخدمة فزي ما نبلش لو سمحتوا يا ريت لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الالعاب عموما واكس بوكس خصوصا دخلين نبلش باللعب الاولى واللي هي فعليا نزلة مبارح واللي هي تعتبر واحدة من اضخم العاب السنة واللي هي لعبة مايكروسوفت فلايت سوميليتر عشرين اربعة وعشرين واللي رح نشوف انه هاي اللعبة رح تاخد كل الشغلات اللي كانت موجودة في الجزء الاول وتضربها بمليون بحيث انك انت رح تشوف انه اللعبة ما رح تكون محصورة فقط على طائرات الركاب المدنية وراح تشوف انه اللعبة رح تضف لك العديد من الطائرات والمركبات الجوية على اختلافها اللي رح تقدر انك انت تركبها وتقودها وتستعملها في العديد من الرحلات الجوية المختلفة فاذا حبيت بتقدر تلعب دور كابتن في مروحية انقاذ او انت في طائرة مقاتلة او انت في طائرة نقل او انك انت كابتن لطائرة لواحد من هدول الناس الاغنية فرح تشوف انه لعبة مايكروسوفت فلايت سوميليتر عشرين اربعة وعشرين رح تعطيك كل الطرق الممكنة انك انت تحقق حلم الطفولة تبعك وتكون كابتن لوحدة من هدول الطائرات على اختلافها سواء كانت طائرات نفاثة او هيلوكابترات عمودية واللعبة التانية واللي هي رح تنزل اليوم عشرين احداش واللي هي اللعبة الاكثر من منتظرة بالنسبة لي وبالنسبة للعديد منكم واللي هي لعبة ستوكر تو هارت في تيرنوبل لعبة ستوكر تو هارت في تيرنوبل هي اللعبة رح تكون مبنية على مبدأ السورفايفل هورور واللي رح تضعنا في مدينة بريبيت في من بعد طبعا تعرضها لتفجير مفاعل نووي فيها تيرنوبل واللي منشوف انه رح يكون في عندنا مثل المنطقة المعزولة اللي بتكون فيها تلوثت الامور وصار فيها بعض الشغلات الغريبة سواء كانت من ظواهر خارج عن الطبيعة او العديد من المخلوقات والمخاطر المتشوهة واللي يعني صارت بسبب التأثيرات النووية المختلفة رح تشوف انه لعبة ستوكر تو هارت في تيرنوبل رح تكون مبنية بتركيز العالم المفتوح ورح تعطيك عالم رح يكون مفتوح لإلك بشكل كامل وما رح يكون فيه أي نوع من أنواع الشاشات التحميل ما بين مناطق اللعبة المختلفة اذا حابب انك انت تعرف مزيد من التفاصيل عن لعبة ستوكر تو هارت في تيرنوبل فانا عامل فيديو كامل بحكي فيه عن لعبة ستوكر تو هارت في تيرنوبل وبتقدر انك انت تحضر هذا الفيديو وتعرف مزيد من التفاصيل عن هاي اللعبة وبتمنى اللي بديو يحضر هذا الفيديو انه يعد اللي بالظبط كامل رح حكيت كلمة ستوكر تو هارت في تيرنوبل ويكتب ليها في الكومنس عشان في بعض الناس شكلهم من زعجين من تكراري لإلها واللعبة اللي بعدها هي اللعبة باسم 9 Souls واللي هي لعبة Action Platformer من منظور 2D Side Scroller واللي طبعا هي بتركيز المترو دفينيا هاي اللعبة هي من تصميم استوديو باسم Red Candle Games واللي يعني الناس اللي حصلوا على فرصة انهم يجربوها من قبل ما انه اللعبة تنزل وصفوا انه هاي اللعبة رح تكون قريبة جدا من مبدأ العاب سكيرو او العاب Souls Like ممكن نحكيها بس رح تكون طبعا بتركيز المترو دفينيا وباعتماد على Action Platforming لعبة 9 Souls رح تضعنا بشخصية محارب باسم يي على ما اتوقع صراحة مش متأكد اذا حقيت الاسم تبعه صحيح بنطلق فيه مهمة عشان ينتقم من اشرار بسيطرين على العالم تبعه واللي هم يعني معرفين باسم 9 Souls او الارواح التسعة رح نشوف انه اللعبة رح تضعنا في العديد من المناطق المختلفة اللي رح تكون مبنية بطريقة الخيال السحر نوعا ما واللي من الواضح انه لعبة 9 Souls صراحة رح تكون يعني لعبة كاملة متكاملة من مبدأ الجيم بلاي الاكثر من جميل بالاضافة لهاي القصة اللي منتمنى يعني ان شاء الله انه نطلع من نهايتها في تجربة تكون مشبعة وممتعة اللعبة الاخيرة اللي رح تنزل في نهاية شهر 11 وتحديدا يوم 27 11 هي لعبة Aliens Dark Descent لعبة Aliens Dark Descent شفناها نزلت في سنة عشرين تنات وعشرين وعلى الرغم من اعتمادها من مبدأ منظور التوب داون الايسومتريك بس اللعبة فعليا يعني نجحت انها تعمل لحالها جمهور قوي وكانت تعتبر من الالعاب جدا جميلة في هذه السنة لعبة Aliens Dark Descent رح تضعنا في جزء من عالم افلام الرعب Alien أو Aliens يعني ورح تطلقنا في فرقة من هدول ال Colonial Marines وننطلق في هذا الكوكب اللي رح نشوفهم سيطر عليه من قبل مخلوقات الزينامورف طبعا اللعبة هي بتركيز Real Time Tactics يعني هي ممكن نحكي انها بتنلعب زي مثل العاب الـ XCOM بس ما رح تكون مبنية على القتال المبني على الأدوار بينما رح تكون بتقاتل بشكل مباشر ورح تكون يعني فعليا الحركة مستمرة وديناميكية ومتغيرة ورح تكون فعليا بدك تكون حريص مع كل حركة بتعملها ومع كل الشغلات اللي لازم انك انت تطلب جنودك انهم يسووها عشان تضمن بالنهاية انه مخلوقات الزينامورف على اختلاف أنواحها انها ما تقضي على الفرقة تبعتك وتفشل المهمة تبعتك بشكل أو بآخر وباك بنكون خلصنا كل الألعاب الجديدة اللي رح تنزل على ال Game Pass خلال النص الثاني من شهر 11 فخلينا الآن ننتقل للألعاب اللي رح نشوفها بتغادر الجيم باس يوم 3011 على خير وسلامة واللي رح تكون أول ضحية على قائمة اليوم هي لعبة رومينت فروم دا أشز واللي بقدر أحكي وأوصفها انها لعبة سوز لايك بس بدل ما تستعمل السيوف ورماح وعصة وشغلات هاي الأسلحة اليدوية رح تعطيك لعبة رومينت فروم دا أشز الامكانية انك انت تستعمل الأسلحة النارية على اختلافها سواء كان من بنادق أو شوت جانز أو مسدسات أو الأسلحة الرشاشة على اختلافها لعبة رومينت فروم دا أشز لما نزلت في 2019 عملت ضجة هيك في عالم الألعاب بتغييرها مفهوم ألعاب السوز لايك وإضافة زي ما حكيت الأسلحة الرشاشة واللي حققت نجاح يعني يعتبر نجاح ممتاز بالنسبة لأنها لعبة جديدة لأول مرة الناس بتعرفوا بتسمع عنها واللي طبعا شفنا الحمد لله نزول جزء ثاني لإلها واللي هو برضو متوافر على الجيم باس فمشانك إذا حابب أنك أنت تلعب لعبة سوز لايك بس ما بتحب اللي سيوف والشغلات هاي اللي دوية فلعبة رومينت الجزء الثاني متوافرة الآن لإلك وبرضو لعبة رومينت فروم دا أشز موجودة لغاية 30-11 إذا حابب أنك أنت تلعبها واللعبة اللي بعدها لعبة كونان إكزايلز واللي هي تعتبر واحدة من أفضل ألعاب السورفايفل اللي ممكن الواحد دوني لعبها أي لعبة صراحة يمكن صار لها الآن عديد من السنوات وهي شغالة وفي تحديثات مستمرة ومتواصلة من الاستوديو اللعبة صراحة أنا ما جربتها شخصيا كاللعبة يعني عشان ألعبها أنا فقط لعبتها عساس أنه يعني هي تعتبر من الألعاب اللي يعني بتقدر أنك أنت تحصل على الأتشيفانس اللي فيها خلال فترات زمنية جدا بسيطة ونعمل دليل لإلها يعني إذا حابب أنك أنت تختم كل الأتشيفانس اللي فيها يعني خلال فترة على ما أتوقع يمكن ساعتين إلى ثلاثة يعني كحد أقصى واللعبة الرقل الثلاثة هي لعبة كورال آيلاند واللي هي لعبة محاكات الحياة اللي رح تعطيك هذا العالم لإلك رح تقدر أنك أنت تعمل بيتك ومزرعتك وتتعرف على السكان وتجيرها من حواليك وتكون علاقات اجتماعية معهم وتصير هاي اللعبة هي العالم الثاني تبعك اللي رح تقضي أغلب وقتك فيه لعبة كورال آيلاند يعني هي ماشية على نفس المنهجية اللي شفناها من لعبة النيتاندو أنيميل كروسنج بس طبعا مع اعتماد رسوم الكرتون هاي رسوم الدزني أو البكسر يعني صراحة مش عارف إذا ممكن الوصف إنه صحيح اللعبة الجميلة من ناحية الرسوم والعوالم اللي فيها والبيئات المختلفة بالإضافة لكل التفاعلات الاجتماعية اللي انت رح تعايشك يا هاي اللعبة واللعبة الرابع هي لعبة رولر دروم واللي هي لعبة الأكشن شوتر اللي بتضعنا بشخصية واحدة بتتزلق على هالزلاجة هاي أو اللي سكيت أو شو مكان واللي منشوفها بتستعمل يعني كل المهارات البهلوانية تبعتها والقفز والتمرجوح وكل هاي الشغلات البهلوانية عشان تطلع بالنهاية منتصرة على كل المنافسين المختلفين اللعبة صراحة تعتبر من أحلى الألعاب اللي رح تعطيك تجربة لعب أكشن شوتر مع يعني أسلوب حركة رح يكون جدا جميل واللي أنا بحكي لكم إياها إنه هاي اللعبة على الأقل أعطوها فرصة وجربوها واستغلوا الفترة القليلة الباقية لإلها قبل ما تغادر الجيمباس واللعبة اللي بعدها هي لعبة باسم سكر ستوري واللي هي لعبة من منظور التوب داون رح تكون طبعا يعني بتلعب في هاي المدينة اللي انت يعني لعب كرة قدم وبتكون طبعا زي ما حكيت اللعبة بتركيز الار بي جي رح تتعرف على ناس رح يكونوا صحابك وناس رح يكونوا منافسين لإلك ورح تشوف انه اللعبة رح تضعك في العديد من التحديات المختلفة واللي طبعا كل هاي الشغلات رح تتمحلها بطريقة واحدة واللي هي كرة القدم واللعبة اللي بعدها هي لعبة Spirit of the North Enhanced Edition واللي هي لعبة مغامرات جدا جميلة رح تضعنا بشخصية هذا الثعلب واللي رح نشوفه بنطلق في هاي المنطقة الثلجية واللي منشوف انه اللعبة رح تعطينا نوعا ما مثل القصة اللي مبطن هيك يعني الحكي إلك يا جارة وإسمع يا كنة عن تأثير البشر على البيئات الحيوانية بشكل أو بآخر اللعبة بصراحة جدا جميلة وأنا بنصحكم أنكم تلعبوها وتجربوها وإذا أنت يعني شخص بتحب الـ Achievements بتحب أنك أنت تختم كامل الألعاب تبعتك في لعبة Spirit of the North أنت تعتبر اللعبة المناسب لإلك بتقدر تختمها خلال فترات زمنية جدا بسيطة وأنا برضو عامل دليل لإلها إذا حبيت أنك أنت تحضره وتمشي معي خطبة بخطة وتوصل في نهايتها إلى إن شاء الله تجربة ممتعة وقصة تكون مؤثرة وعاطفية وتختيم لكل الـ Achievements واللعبة اللي بعدها هي اللعبة باسم Wild Irons Hut واللي هي لعبة مغامرات RPG من منظورة 2D Side Scroller واللي رح نلعب فيها بشخصية هذا الحداد اللي رح نشوفه في هاي الجزيرة ومنشوفه بنطلق في العديد من المغامرات عساس أنه يعمل ويصنع على حديد من الأسلحة والمعدات المختلفة واللي طبعا رح تكون وسيلتك أنك أنت لازم تستكشف العالم عشان أنك أنت تحصل على الموارد والشغلات المختلفة اللي رح تساعدك أنك أنت تعمل كل هاي الأسلحة والمعدات على اختلافها اللعبة الصراحة تعتبر هي من الألعاب الجدا جميلة ومبدأ اللعب اللي فيها بالإضافة للقصة اللي موجودة فيها وكل الشخصيات الجميلة يعني تعتبر من الألعاب اللي أنا بعتبرها الألعاب جيد جدا وإذا أنت بتحب ألعاب السايد سكرولر بتحب هاي الألعاب البسيطة ألعاب الإندي فهي هي اللعب المناسب أنك أنت تلعبها وأتوقع أنه الفترة الباقلة إلها في توفرها في الجيم باز هي فترة كافية عشان أنك أنت تختمها وتوصل إلى نهايتها اللعبة الأخيرة هي لعبة The Walking Dead The Final Season واللي قرادرتها رح تكون للبي سي جيم باز لعبة The Walking Dead The Final Season زي ما نبين يعني من اسمها هي النسخة أو الموسم الأخير من لعبة The Walking Dead من استوديوها تيل تيل واللي بتضعنا في قصة فرعية نوعا ما في عالم مسلسل التلفزيون The Walking Dead واللي منشوف فيها نهاية قصة بطلتنا كلمنتاين اللي بلشناها في الجزء الأول ومشينا معها عبر العديد من الأزاء على اختلافه لعبة The Walking Dead The Final Season هي من الألعاب الجميلة جدا رح تعطيك تجربة قصصية أكتر من رائعة وأنا بنصح الكل يعني أنه يجربها ويلعبها ويستمتع فيها يعني ستقول إن شاء الله أنكم ما رح تندموا لما تلعبوها وما رح تأخذ معاكم الفترة الطويلة يعني أتوقع خلال 8 ساعات 10 ساعات كحد أقصى بتقدروا توصلوا إلى نهايتها وتحصل على تجربة قصصية أكتر من رائعة وبهيك بنكون غطينا كل الألعاب الجديدة اللي رح تنزل على الجيم باز خلال النص الثاني من شهر 11 على خير وسلامة بالإضافة أنه غطينا كل الألعاب اللي رح نشوفها بتغادر الجيم باز يوم 3011 فبتمنى لو سمحتوا تشاركوني في رأيكم إذا أنتم كنتم مبسوطين على الإضافات اللي رح تنزل على الجيم باز وهل رح تلعبوا أي واحد من الألعاب اللي رح تغادره وبتمنى لو سمحتوا في نهاية الفيديو ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى شاكرا لكم للمشاهدة ما نشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم